مازال لبنان حتى اليوم يعاني من حقول الألغام مازال في لبنان 1500 حقل ألغام حتى اللحظة هذه الحقول هي من أصل 3200 حقل رصد الجيش اللبناني عام 1998 وعمل على نزع الألغام منها تمتد هذه الحقول على أكثر من 47 كم مربع معظمها أراضي زراعية وحرجية يعود وجود هذه الحقول إلى ثلاث حقبات من تاريخ لبنان حقول الحرب الأهلية بين 75 و90 حيث زرعت الميليشيات اللبنانية والفلسطينية والجيش السوري ما لا يقل عن 100 ألف حقل ألغام أيضا حقبة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وهي أكثر من نصف مليون لغم مضاد للدبابات والأفراد أما الحقبة الثالثة وهي حرب تموز في العام 2006 حيث زرعت إسرائيل أكثر من أربعة مليون قنبلة عنقضية رمتها في جنوب لبنان مع انتهاء الحرب تتوزع حقول الألغام على مختلف المناطق اللبنانية في الجنوب على طول الخط الأزرق أيضا بعض هذه الألغام في مناطق من حصبية ورشية وجزين أما في جبل لبنان فهناك حقول ألغام مازالت موجودة في منطقة الشوف تحديدا في عين دارة دير القمر دير دوريت وإقليم الخروب وفي قضاء علي أيضا منها في منطقة سوء الغرب كما نجد حقول ألغام في مناطق من المتن الأعلى كالقصصيبي وفي جرود كسروان أيضا حقول ألغام منها في جرود عيون السمان وجرود جعيتة وأيضا في جرود جبيل حقول ألغام في مناطق كالعقورة ومناطق أخرى في جرود البترون منها تنورين وحردين طبعا تشكل هذه الألغام خطرا على حياة المواطنين وتحديدا على رواد الجبل والصيادين والرعاة والمزارعين وطبعا كل من لا يتقيد بتعليمات السلامة التي وضعها الجيش ف448 شخصا أصيبوا جراء الألغام منذ العام 2006 منهم 56 قتيلا وجود هذه الألغام يؤثر سلبا كذلك على أصحاب الأراضي إذ أنه يحد من استثمارها الأمر الذي كلف على سبيل المثال في العام 2007 أكثر من 120 مليون دولار في قطاع الزراعة شكرا شكرا شكرا